أيضاً الحقيقة كان من الموضوعات المهمة اللي سهمت الحقيقة في زيادة الصدرات هو موضوع توجيه فخامة الرئيس بتعزيز الصدرات لأفريقيا وإن إحنا طبعاً يعني يبقى عندنا استراتيجية واضحة ومحددة لتنمية الصدرات المصرية لأفريقيا والحقيقة يمكن يعني إحنا بنعقد اجتماعات بصورة متواصلة مع مجالس التصدير اللي موجودة اللي بتمثل القطاع الخاص المصري اللي بيصدر لكل دول العالم عشان نشوف معاهم كل الحوافز اللي من شأنها إنها تزيد من تواجد مصر في أفريقيا وتشجيع تبادل التجاري ما بيننا وما بين دول أفريقيا في إطار اتفاقية التجارة الحرة اللي وقعنا عليها مع كل دول أفريقي فالحقيقة هناك العديد من الإجراءات اللي الدولة المصرية النهاردة بتتحرك فيها بقوة لتحقيق فعلا إن شاء الله الحلم في أقرب وقت تعدي إن صادراتنا إن شاء الله تتجاوز المئة مليار دولار وده يعني برضو بنعتبرها خطوة لأن مصر الحياة بقوتها وبإمكانياتها تستحق إن الأرقام دي تبقى أعلى من كده بكتير وإن شاء الله إحنا كدولة بنشتغل على هذا الموضوع مع كل المؤسسات الأخرى عشان نحقق هذا الحلم بإذن الله